الحاجة التانية اللي احنا لازم ننتبه لها ليه لما مش بنوزع الاهتمام بتوازن وبحكمة بيحصل هذه الغيرة المرضية شوف جمال حضرت النبي وحنانه لما بيعمل كل إنسان باهتمام خاص لدرجة ان كل واحد فيهم كان يحس انه هو أقرب وأحب الناس إلى رسول الله يقولك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع صحابتي فيحس ان كل واحد هو في مستقر اهتمام في وسط اهتمامه ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول زي كتلاقي رسول الله لقب الصحابة بألقاب وفي نفس الوقت كان يبشي كل ما يجيله حد يبشي ويسع بقدومه مهما كان الحد ده وخاصة لو كان من أهل بيته زي ما كان بيعمل مع السيدة فاطمة فمع السيدة فاطمة إيه اللي هيحصل لا 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 ده فرحانة وسعيدة بإنها بتشوف والدها سعد بندي لأولادنا اهتمام لكن برضو بيشتكوا من قلة الاهتمام قل ليه الحكاية دي؟ ويتهمونا إننا بنهتم بإخواتهم زيادة عنهم ليه؟ لإننا ساعات بنديهم حاجات وهم مش محتاجين حاجات تانية لازم نتعلم إن الاهتمام أن تهتم بالشخص بما يحب مش بما تحب في حد من أولادنا يحب يتكلم كتير مثلا فلازم اهتمامنا بيه ممكن يكون في شكل إننا نخصص وقت نسمعه إحنا إيه المشكلة اللي بتحصل لنا؟ أنا بحب الاهتمام بيه بإن أنا أجيب له حاجات عامل بالزبط زي واحد عنده طفل فهو شايف إننا لو بحب حد أدينه اللي بحبه فأنا بحب النسكافيه فإيه اللي حاصل؟ فده طفل فشاربه نسكافيه فهو مش محتاج نسكافيه فهو محتاج حضن محتاج دفع محتاج إنه هو يبقى بعيد عن المخاطر محتاج إنه هو يرضع هو ده اللي محتاجه مبدلوش اللي أنا بحبه عشان كده إحنا ما نقولش للناس اللي بتهتم إنه إنت ما بتهتمش بس بتهتم في المكان الصح بالطريقة الغلط حد تاني بيحب الحنان فممكن يكون الاهتمام دي إنه هو إنه إنت في شكل حضن كل يوم وهنا نقطة مهمة أول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمهنا لما قال لي سيدنا النعمان بن بشير في الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالعدل في الحقيقة هو الحديث حديث سيدنا النعمان هو كان بيقول لي سيدنا بشير هنا مش معناء التساوي لا معناء إننا أدل كل حد المناسب احفظوا الكلمة دي أدل كل حد ما يناسبه مش أساوي بينهم يعني أديهم كلهم درجة واحدة لا أعطي لكل واحد ما يناسبه لأننا وقفتهم كلهم وهو في واحدة عنده خمس سنين واحدة عنده تناشر سنة واحدة عنده عشرين سنة وقفتهم على مستوى واحد وحطيت حيطة قدامهم فيه اللي الصغير ده مش هشوف حاجة فأنا لو ديتهم بشكل متساوي ممكن أكون بظلمهم أنا لازم أديهم بشكل مناسب ودي اللي بتخلينا محتاجين مهارة إن احنا نعرف إزاي نرب أولادنا ولازم نراعي الاحتياج لأن ده في حد ذاته ممكن يكون إن أنا أوصل للشخص اللي لاحتياج اللي هو محتاجه بعينه فيسعد حتى ولكن قليل الحاجة الثالثة لما مش بنوزع المهام بتوازن وبحكمة ولما يطول الوقت بنعتمد على حد من أولادنا والتاني لا يبقى في احتمالية للغيرة والشعور إنه هو مش كافين أو هو مش كفء أو مش محل ثقة في أمة مثلا تقول حتى لو كان حد فيهم عشوائي والتاني حكيم والتاني معرفش إيه طب نعمل إيه بيطلع عيني عشان يعمل حاجة مهم جدا لو بيطلع عينك عشان يعمل حاجة إن أنت تصبري عليه ومهم جدا كمان إن احنا نكون عارفين مفاتيح شخصيات أولادنا لأن أولادنا مزي بعضهم لو ربنا أولادنا إحنا ببعض الأحيان ينعمل حاجة خبيثة شوية عشان إحنا مهتمين بالمثلا بإن إحنا نخلي الناس نوزع على الناس المهام نعتبر إنه هو ده شكل التربية الوحيد لا فيه واحد تاني شكل التربية بتاعته بيكون مفتاحه الكلام مش عشان النشاطر في حاجة يبقى هي دي لا ينفع في تربية أولادي أنا لازم أطور شخصيتي وأطور أدواتي التربوية بما يتناسب مع كل أولادي وإلا ده هيدفعهم للغيرة لأن بعضهم في حد طبيعته إنه هو دقيقه بيهتم بالتفاصيل وممكن ياخد وقت أطول حد تاني بيكون ماله مهرجل شوية بس لكن منجز ياخد عشر دقيقة فينجز الحاجة كده فلابد إن احنا نخصص كل حد لأولادنا باهتمام يتناسب مع شخصيته شوف حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إيه إلحق إلحق أرقف أمتي بأمتي أبو بكر وزع بقى يا رسول الله بقى إيه الاهتمام بما يتناسب وأشدهم في الدين أمر وأصدقهم حياء عثمان وأقطاهم علي وأفردهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاز بن جبل قال وإن لكل أمة أميناً وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة من الجراحة فحضرت النبي كان عارف كل تفاصيل كل واحد وإيه أجمل حاجة في كل شخصية من شخصيات أصحابه كلهم أجمعين منظرة منه كان بتوصل المعنى ده لكل واحد من الصحابة فكل واحد من الصحابة عارف خصوصيته أكثر حاجة ممكن تفشل القصة دي